موسيقى صباحكم سعيد مشاهدنا وأهلا وسهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من أمفانتكات جدد رئيس روزراء الياباني السيد فوميو كيشيدا يوم أمس بتوكيو خلال محادثات مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش التأكيد على موقف بلاده بعدم الاعتراف بالكيان الانفصالي وعبر السيد كيشيدا خلال هذه المحادثات التي عقدت في قصر الضيافة أكاساكا بالعاصمة اليابانية لسيد أخنوش عن رغبته في مشاركة المغرب الشريكة المهم في جميع الاجتماعات التي تنظمها اليابان وتنصيق العمل بين البلدين على المستوى المؤسسات والمتديات الدولية كما أكد رئيس الوزراء الياباني على العلاقات الممتازة التي تربط العائلة الملكية المغربية والعائلة الإمبراطورية اليابانية مشيدا بالدور المهم الذي يطلع به جلالة الملك محمد السادس لحفظ السلم والأمن في العالم في خبر آخر وصلت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا حاريس إلى كوريا الجنوبية صباح اليوم الخميس في زيارة تهدف إلى التأكيد على قوة التحالف واشنطن مع سيول وتأتي غداة إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة طائرة هاريس حطت في قاعدة أوصان الجوية آسية من توكيو حيث حضرت الجنازة الرسمية التي أقيمت لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي وستلتقي هاريس بالرئيس يون سوكيول كما ستزور المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين اقترحت المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وضع صقف لسعر النفط الروسي ووضع قيود جديدة على التبادل التجاري مع روسيا وفق ما أكدت رئيسة المفوضية أرسولا فوندرلاين وقالت فوندرلاين في مؤتمر صحفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لن نقبل الاستفتاءات الزائفة وأي شكل من أشكال الضم في أوكرانيا ونحن مصممون على جعل الكريملين يدفع ثمن هذا التصحيد الجديد ويجب أن تحضر التدابير الجديد بموافقة الدول السبعة والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليتم اعتماده روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن تسرب الغاز من خطي النابيب نوردستريم واحد واثنان الخارجية الروسية والكريملين رفضا الاتهامات المتزايدة لروسيا والتي تحملها مسؤولية الهجوم على خطي النابيب الغاز مشيرة إلى أنها اتهامات باطلة لنتابع تقرير نهيلا جراح اتهامات متبادلة وماذا الذي سيتحمل مسؤولية انفجارين كبيرين تحت الماء سبب تسربا غازيا لحد الآن أسبابه غير معروفة الخارجية الروسية أوضحت أن روسيا تعتزم الدعوة إلى عقد اجتماع رسمي لمجلس الأمن الدولي في إطار ما وصفتها بالاستفزازات المتعلقة بخطي أنابيب الغاز نوردستريم واحد واثنين من جانبه أكد الكريملين أنه من الغباء والسخف اتهام روسيا بالوقوف وراء هذا تسرب الدخم بما وصفته هجوما إرهابيا مخطط له ضد موسكو من قبل الدول الأوروبية المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أكد الموقف بالقول في اتصال هاتفي نرى رد الفعل الهستيري من البولنديين والأرباح الهائلة التي حققها المصدرون الأمريكيون للغاز الطبيعي المسالي بعد أن ضعفوا إمداداتهم للقارة الأوروبية وتظل المباحثات حول أسباب تسرب الغازي قائمة للوصول إلى حقائق الانفجارين في الوقت الذي يحاول فيه الأوروبيون التصدي لأزمة تاقية باتت معلنة في خبر آخر تظاهر مجموعة من الجوريين ضد الهجرة غير المنضبطة حسب تعبيرهم من روسيا نحو بلادهم منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية لقواته وتجمع عشرات المتظاهرين وهم يلوحون بعلامي جورجيا وأوكرانيا بالقرب من بعبر كازي بيغي الحدودية الذي شهد تدفقا هائلا للمواطرين الروس منذ الإعلان عن التعبئة الأسبوع الماضي وقالت وزارة الداخلية إن عدد الروس الذين يدخلون جورجيا يوميا تضاعف تقريبا منذ واحد من منذ الحادي والعشرين شتنبر ليصل إلى حوالي عشرة آلاف شخص يوميا في موضوع آخر أفدت السلطات الصحية في الولايات المتحدة بأن اللقاح المضاد للجدرية القردة يعد جد فعال وذلك ابتداء من الأسبوع الثاني بعد تلقي الجرع الأولى وأوضح مركز الوقاية من الأمراض ومكافحتها وهو أهم وكالة صحية فدرالية في الولايات المتحدة أن الأشخاص غير الملقحين أكثر عرضة للإصابة بالمرض بأربعة عشر مرة مقارنة بالأشخاص الملقحين وتمت خلال هذا البحث مقارنة الحالات المؤكدة لدى الأشخاص الملقحين وتلك المرصودة لدى غير الملقحين بحوالي الثلاثين ولاية أمريكية في الفترة ما بين يوليوز وشتنبر 2022 ونعود للخبر الوطني بمراكوش قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبداللطيف ميراوي بزيارة ميدانية للمدرسة العليا للأساتدة للوقوف عن كثب على انطلاق التكوين في سلك الإجازة في التربية هذا التكوين يرتكز على هندسة بضاغوجية متجددة لإعداد جيد جديد من الأساتدة بمواصفات عالية أتقري لصفية عثمان زيارة ميدانية للمدرسة العليا للأساتدة بمراكوش قام بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السيد عبداللطيف ميراوي للوقوف عن كثب على انطلاق التكوين في سلك الإجازة في التربية التكوين في سلك الإجازة في التربية يرتكز على هندسة بيداغوجية متجددة غايتها إعداد جيد جديد من الأساتدة بمواصفات عالية لتغطية الحاجات من الأطور التربوية بمختلف تخصصات سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق العام 2025 هذه الزيارة ميدانية لجايف في النطاق ديال الدخول الجامعي لليوم واحد دخول الجامعي اللي بدنا فيه تنزيل ديال المخطط الوطني لتسريع المنظمة ديال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار واختارنا في هذه الزيارة هذه المراكش بالخصوص في هذه المراكش بالخصوص لكي نعطي هذه الاعتبار لإجازة التربية التي يمشينا فيها الوزير والوفد المرافق لها تفقدوا خلال زيارة لهذه المؤسسة التابعة لجامعة القاضي عياض عدة فضاءات بالمدرسة العليا للأساتذة بمراكش التي تم تأهيلها من أجل استقبال الطلبات الجدد في ظروف جيدة بالنسبة للجامعات القاضي عياض الدخول مر في جوين عادي جدا ممتاز أقول ويتميز بخلق مجموعة من المسالك مجموعة من الأوراش واللي أغلبها تهدف إلى مواكبة الأوراش الكبرى يوم احنا منحارطين باش نرفعهم الأعداد وكذلك رفعنا ذاك الأعداد من 900 طالب طالباء في سلك الإجازة وصلنا إلى 2000 طالب طالباء في سلك الإجازة رفعنا أيضا من العرض التربوي يعني عندنا تمانية المسالك في عود 6 التي كانت مفتوحة برسم السنة الجامعية 2021 هذه السنة تتعرف أسلاك جديدة في إجازة في التربية يعني تخصص عربية، تخصص إنجليزية، تخصص فرنسية هذه الزيارة تزامنت مع تنظيم حفل التمييز لخريجي الإجازة في التربية 2021-2022 الذين بلغ عددهم 115 خريجاً حيث أشرف الوزير على تسليم الجوائز للطلبة المتفوقين في هذا الفوج في إطار برنامج التعاوني المثاق الثاني الممولي من طرف الحكومة الأمريكية والمنجز بدعم من صندوق الشراكة قام القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالدار البيضاء لورانس راندولف بزيارة ميدانية لمعهد التكوين في مهل الصحة والعمل الاجتماعي بوشته التفاصيل مع شيمة جبرال تطور الروابط المغربي الأمريكية ما يزال يأخذ منحاً إيجابياً ويرسخ مبدأ التعاون الذي طبع تاريخاً طويلاً من العلاقات الدبلوماسية والشراكة الاستراتيجية زيارة ميدانية لمعهد التكوين في مهن الصحة والعمل الاجتماعي بوجده تأتي لتعزيز الاندماج المهني للشباب والرفع من تنافسية المقاولات نحن اليوم كانت توجده في مركز تكوين في ميادين الصحية مع سيد القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية هذا المركز تم إنشاؤه وتمت الأشغال به في أبريل ديل هاد السنة الزيارة شكلت مناسبة للوقوف على جودة أشغال البنيات التحتية المنجزة على مستوى هذا المعهد كما يعد المشروع ثمرة شراكة بين فاعلين من القطاع الخاص وشراكاء من القطاع العام هذه البناية رائعة ستلعب دوراً كبيراً في تكوين أطور في مجال الصحة ودعم القطاع بالمغرب ونحن سعداء للتعاون مع المملكة المغربية بين المغرب والولايات المتحدة علاقات في خط تصعودي وتعاون متعدد الأبعاد في مجالات مختلفة وتنصيق في العديد من المشاريع من بينها مشاريع قطاعات الفلاحة والصناعة الغدائية والسياحة والصناعة فضلاً عن الصناعة التقليدية وبمراكوش تنكب المشاركون في ورشة نظمت في إطار المؤتمر الدولي الثامن لشبابيك الوحيدة المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على تأثير جائحة كوفيد على نظم تدبير تدفقات التجارة الخارجية بإفريقيا وأجمع المتدخلون على أن الأزمة الصحية العالمية وتبعاتها السلبية الجالية منحت الفرصة للبلدان الإفريقية من أجل الإبتكار وتسريع مخاططات تحولها الرقمي في كل القطاعات معضية أوفى في تقريصة فيها عصمان في إطار المؤتمر الدولي الثامن للشبابيك الوحيدة المنعقد بمراكوش انكب المشاركون في ورشة على تأثير جائحة كوفيد على نظم تدبير تدفقات التجارة الخارجية بإفريقيا هذه الورشة تناولت موضوع تقاسم التجارب حول الشبابيك الوحيدة التحولات الكبرى بعد الجائحة وأجمع المتدخلون خلالها على اعتبار أن الأزمة الصحية العالمية وتبعاتها السلبية الجالية منحت في المقابل الفرصة للبلدان الإفريقية من أجل الإبتكار وتسريع مخاططات تحولها الرقمي في كل القطاعات ومن ضمنها تدبير الرواج التجاري العابري للحدود هذا اللقاء مكن من الاستفادة من تجارب بعضنا البعض وتحديد الحاجيات وبلورة التوصيات حتى تتمكن كافة الولدان الإفريقية من التوفر على شبابيك وحيدة عملياتية المؤتمر الدولي الثامن للشبابيك الوحيدة يعرف مشاركة العديد من الخبراء الدوليين من مناطق مختلفة من العالم إلى جانب صناع القرار ورؤساء الشركات وممثلي النظام البيئي للتجارة الدولية وسيمكن المؤتمر من وضع أسس انطلاقة جديدة للتحول الرقمي وتيسير التجارة العابرة للحدود بإفريقيا إلى مدينة الجديدة حيث تجري الاستعدادات لتنظيم الضور الثالث عشر من معرض الفرس في الفترة الممتدة من الثامن عشر إلى الثالث والعشرين أكتوبر والتي تشهد تنافس ثمانية عشر صربة من كافة جهات المملكة التفاصيل مع شيماء جبران الاستعدادات جارية على قدم وصق بعد غياب دام أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا زيارة تفقدية لوفد يقوده وزير الفلاحة ويضم أيضا ممثل جمعية معرض الفرس للوقوف عند مختلف الفضاءات ومدى جاهزيتها لاستقبال النسخة الثالث عشر لمعرض الفرس بمدينة الجديدة قبل عدة مشاركين عدة دول وخصوصا دول الإفريقية وغادي يكون إن شاء الله وحدة توقع بشيكون عدد زوار يفوت مئتين ألف زائر هدف من هذه الزيارة هي الوقوف بعين المكان على مدى تقدم الأشغال وتتيبات الخاصة بتنظيم دورة المقملة لمعرض الفرس للجديدة معرض الفرس بالجديدة مناسبة للاحتفاء بالفرس الذي يعد رافدا من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بقطاع تربية الخيول بالمغرب هذه الدورة الجديدة ستعرف تنظيم العديد من الأنشطة لإبراز تقاليد الفرسية بالمملكة والمكانة المحورية التي يحتلها الفرس كموروث ثقافي سواء على المستوى الوطني أو الدولي هذه التظاهرة أضحت موعدا سنويا وأرضية لتبادل الخبرات في مجال تربية الخيول ورياضة الفروسية وفنونها ومناسبة للترويج للتراث المغربي في هذا المجال كانت هذه آخر مواد نشراتنا ألقاكم بعد قليل في موجز لأهم الأنباء شكرا لكم على تيب المتابعة في أمان الله